مرحبا 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 كيف كان يعني يعني انا اسم خبرت قصك اليوم بس كأنه نهاري ما كمل سوديوم ما قدرت إلا ما أجيه وصور قصة من السلعة ما قدرت مرحبا 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 وبيجيها مساعدات من الدولة بس هاا المساعدات من اختفت لدى الدار تعيشها هي وابنها بس رغم كل شيء الأب والصبي عايشين مبسوطين ومكتفي وفي يوم من الأيام كان الطقس كتير عادل والتنى عم بتشده بقوة والتنى عم بتشده بقوة على هيد الكوخ والهوى عم يجبق يمين وشمال وهالابن قوة وأمه قاعدين بقلب الكوخ وناطرين تتخلص على العصفة ومن قوة ومن قوة هذه العصفة ببلش الماء ينزل عليهم من سقف الكوخ حتى حتى صارت الاماية تعيت الابنه وتخمره لحتى تغطي من الماء اللي عم تنزل عليه ماء لحتى صارت هي الاماية كلت يعبه ماء والصبي سقع كتير والماء ما كانت توقف تنزل عليهم من السقف فطلق على بالها فكرة وما لقيت قدامها غير انه تقوم وتفك باب البيت وتسنده على الحات وهيكي قدري تتعد هي وابنها تحت الباب ويحموا حالون من ميات الشدي وهون الصبي بكل برابته صار يدعك ومبسوط وسألته الام ليش عم تدعك بيقلها فبيجاوب الصبي وبيقلها الحمد الله انه نحن عنا باب نتغطى داعته بس عرام العالم الفقراء يلي ما عندهم باب كيف بيعموا حالون من العاصفة من العاصفة من العاصفة هي انه الرضا هو السبب الاساسي اللي خلينا نتلصص بكل شيء اذا كنا راضيين باللي قلقها هنا اياه من كون اسعد الناس شو ما كانت وكيف ما كانت حالتنا بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم وشوفكم بإذن الله بفيديو جديد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة